اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب أن ينتظر الانتقادات والمعارضة هذا شيء عادي وليس جديد هذا شيء معروف في الدول المتقدمة الدول الديمقراطية في هذا الموضوع غير أريد أن أشترك معكم هذا الخبار الذي يقول أن التامك هو المسؤول للإدارة السجون يقول لهم أن سليمان الريسوني لا يستطيع إضراب على الطعام ولكن يوجد رجيم يجب أن يكون صوت المساجين لأنه كان في السجن في أحد الأيام ولكن هناك بعض الناس الذين يدخلون هذا المعارضة يجب أن يحصلوا على المناصيب وطريق سهل أن تصل إلى المناصيب تدوز مدة زمنية في السجن ومن ثم تخرج ويعطي منصيب وكتبع الشعب وكتبع ضد الشعب وهذا التامك من بين الناس الذين يباعوا رأسهم الخاص للنظام لكي يحصلوا على هذا المناصيب الخبر تيقول كاسيدي التامك يرد على عائلة ودفاع الريسوني بخصوص إضرابه عن الطعام هنا تيقول كاسيدي أفدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج اليوم الجمعة بأن السجين سليمان الريسوني المعتقل بالسجن المحل لعين سبعة واحد بتهمته الإغتصاب والإحتجاز يسعى إلى تغليط الرأي العام من خلال خوض إضراب مزعوم عن الطعام موضحة أن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية وشوفوا شوفوا شوفوا الدول المغربية في المصلحة يسعى إلى إضراب على الطعام وإعادة إضراب مزعوم في الريجيم يقول كاسيدي يرح على هذا الحساب هذا سليمان الريسوني يتبعوا كتاب على الحمية أن الذي يريد أحسن الحمية وهي انك تذهب للسجن وذكرت المندوبية العامة في بلاغ أنه على عكس المنشورات التي تدولت بعض المواقع الصحافة الإلكترونية والتي تدعي أن السجن المعني يخض إضرابا فعلا عن الطعام فإن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية حيث أنه عند إعلانه عن هذا الإضراب تناول أغذية عسل وتمور ومواد مقوية سوبرادين مضيفة أنه تناول الحساء والعاصر مرتين في 22 و23 ماي يعني هذا السيد كان جوجد المرات في الشهر رجعه دير ريجيم وأوضح البلاغ الصادر ردا عن ما كتبوا أقارب السجين وكذا بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فور إدراكه أن تناول هذه الأغذية قد يشكل في حد ذاته إنهاء واضح للإضراب للمزعوم يعني الطعام رفض الاستمرار في تناولها يعني بحالة دباش بغي يقول لكم هاد خيينة هاد التامك بحالة بغي يقول لكم سيدي هاد السيد هذا مخصوش إياكل قعب فمتي مخصوش إياكل شي حاجة يعني التامك ما عاجبوش هذا الإضراب عن الطعام اللي كي اللي يمتاخدوا الريسون يخصوه يدير شي حاجة كثار من الإضراب عن الطعام يعني يخصوه يبقى يشرب ما يبقى يعني وأشارت المندوبي العامة لإدارة السجن وإعادة الإدماج إلى أنه من خلال اتباع هذا النظام الغذائي بنصيحة من أولئك الذين يحطونه على عدم إعلان انتهاء إضرابه الزائف عن الطعام فإنه يسعى إلى تفادي الإنعكاسات السلبية للإضراب الفعلي عن الطعام وعلى حالة الصحية والحفاظ في الوقت ذاته على قصف إعلام بلها ودر تغلط الرأي العام لإيامه أن سبب اعتقاله بالسجن يحمل طابعا سياسيا فعلا سليم الرسولي لم يلقى عليه القبض يعني في قضية يعني تستحق أنه يلقى عليه القبض كيف يعقل أنك تمشي تلقي القبض على وحد الشخص من خلال تدوينه بحال ذلك أنا سأكتب مثلا تدوينه في فيسبوك أنا أقول لكم رعب بس الفرنس ضربني بحجر الراسي وسأللي يدم واذا البوليس سأكتبون ويقلبوا على ذلك خينا يضربني وهذا شيء أطراف القادية سليم الرسولي يعني واحد يكتب تدوينه في فيسبوك وناضط للسلطات من خلال ذلك تدوينه في فيسبوك مشو ألقوا القبض والسقوريتهما هنا تمكتي بغي يحيد ذلك القادية أن القادية السياسية فعلا القادية السياسية لأن سليم الرسولي والراضي وحد مجموعة من الصحفيين أبو عشرين كلهم يعني يعني محبوسين دابا عن قضايا سياسية يعني لا علاقة لها بقضايا الحق العام يعني اللي كتدعي ونتم كتقولوا قضايا الحق العام يعني هنا عارفين أن الأساليب تغيرت الأساليب المخابراتية المغربية تغيرت اللي كانت من قبل تعتمدوا على القتل والاختطاف وكذا دابا ولت يعني أساليب عصرية وليه مثلا باش كتمشيوا مثلا كتختاطفوا الناس وكتصفهم تصفية جسدية واللي توقت لسقولهم بقضايا الحق العام باش كتشدهم يعني باش تبقوا وتبروا الاعتقال ديالهم للعالم مثلا للدول الديمقراطية والهيئات والمنظمة الحقوقية وهذه هي عشرة تصفية الناس تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة مسجلة أن هذا التاكتيك يهدف في نهاية المطاف إلى الضغط على السلطة القدائية قصد إطلاق صراحي ورخ الصيح يجب إطلاقه صراحي يرى ما شي غير هو رقاع لقاع الصحفي اللي مسجون في المغرب ريجب إطلاقه صراحهم لأن مداروش حجر يتستحق أنهم يتحاكموا عليها ولأن شي واحد يشير لهم بالأصبع لأنه لو شفنا في الدول الديمقراطية تلقوا الصحفاء تتكلم تلقوا القناة والتلفين وتتكلم وتعارض وتضرب المسؤولين ولا تلقوا شي صحفي ألقي عليه القبض يعني إلي نشوف مثلا واحد الصحفي كان صحفي ديل سي أن أن يعني ضارف ترامب فوجه ضارفه يعني ضارفه فوجهو وليغارد كورو ترامب شدوا ذلك صحفي وخرجوه من اسمته ولكن لم يلقى عليه القابض ونضغط درجة ونضغط يعني واحد درجة إعلامية كبيرة وتتوحد يعني التحاج ما ترى تشي حال ولكننا في المغرب يعني الحسابات السياسية كدخل في هذه القضية يعني إنسان عندي مع حسابات سياسية أنه معارض للنظام أنه ما بغش يمشي في الخط دي المخابرات يعني كنحاول نحاول إزاحته إزاحته من الساحة الإعلامية وهذا هو الواقع اللي كان في المغرب وتسأل المصدر داته وإلا كيف يمكن تفسير معطأنا المؤشرات الحيوية المعتقل نسبة سكر الدم وطغض الدم التي تمت مراقبتها يوميا من قبل المصلحة الصحية للسجون من خلال الناس اللي اللي كانوا في السجن المعلم التامك ما كاناش يعني مراقبة صحية يوميا للمساجين في المغرب يعني أنتذا بغير كتكذب أنت مع عمرك ما شفتي السجون أنتغي كتجلس السجون غير كتشوف مغامل من البرة ما كتدخلش مثلا أنتشوف السجن كدير وكتخرج بها تصريحات هذه ما ما عرفش يعني ولكن تحت ترك يعني قرصولك ودنك وعلاوة على ذلك تسألت المندوبية قائلة كيف وبعد إضراب مزعوم عن الطعام دام أكثر من 70 يوما تمكن من قطع مسافة كاملة من زنزانته إلى مكتب محامل وشوفوا القضارة لهذا المسؤول التام قال كيف إذا كان دار 70 يوم إضراب عن الطعام ومشكيت من الزنزانة حتى المكتب محامل يعني حزده يعني يعني تام حزد يعني سليم الرسون لأنه إنسان قوي لأن إنسان عنده بنية قوية أنه رغم يعني رغم الإضراب عن الطعام أنه ضرب ذلك المسافة من الزنزانة إلى مكتب محامل وتبادل الحديث مع محامل لفترة كافية وفي نفس الوقت ظهر بأن حالته الصحية لا تسمح له بحضور جلسة قدائية وأضف البلاغ أنه من الواضح أنه لا يمكن فهم هذه التناقضات الصارغة إلا من خلال الإقرار بحقيقة أن المعتقل معني بالأمر يسعى إلى تجنب تحمل مسؤوليته الجنائية في قادية قانون عام وقادية اغتصاب واحتجاز مشير إلى أنه في الوقت ذاتي يستغل بعض الأشخاص وبعض الصحف الإلكترونية والمنظمات داخل البلاد وخارجها وكلها معادية المصاح العلي المملكة هذه القادية التي يصفونها بالسياسية كدري على خوض حملة إعلامية مسعورة ومغرضة تهدف إلى تشوي صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان وشهدنا حقوق الإنسان في المغرب هذا هو السؤال هل هناك حقوق الإنسان لا يحتاج إلى ناقش القادية للحقوق الإنسان خاصة في الظروف الحالية أخوات كانت من أعجيكم وضوه وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر باي باي يا الله أعطي الله أعطي الله